يعني أنا الآن تارك المكان وما استطاع الوصول إليه يتحدث برعب عما حصل الفنان قاسم سبتي يتعرض لمحاولة سرقة تصل إلى 6 ملايين دولار القصة عن عقار لسبتي في منطقة الوزيرية ببغداد العقار يحاول مسلحين متنفذين الاصطلاء عليه كما يقول سبتي هو جايب سند تم استصداره قبل كم يوم وأنا عندي سند عمره 30 سنة سند طاف ومصدق والغريبة أنه المحامي اللي يخصني حقيقة أنا كنت سنتين ثلاثة أقول له جددون العقار فكان مجدد قبل أيام طبعا متنفذين وإلا شنهت جرأ شايلين أسلحة وراكبين سيارات سودة وما أدش أسميهم يدعون العقار يدعون العقار ملك ألهم أوكي خليل جاءوا للقانون وانا جاء القانون هو اللي يبت نداءة استغاثة يطيقها الفنان قسم سبتي للجهات المعنية لحماية عقاره وحياته المهددة من قبل المتنفذين سبتي ومحاميه سيتوجهون للقضاء من أجل إنصافهم وإثبات أحقيتهم في العقار والله أنا طالب بسيد رئيس وزراء بالتدخل فورا بهذا الموضوع والسيد وزير الداخلي الأمن الوطني كل الجهات المعنية بهذا الموضوع أنا شد كل المعنين من البلد اتدخلوا لا تخلون الحقوق الضيئ لأننا نرى جماعات مختصة بسلب الأراضي من أصحابها والتصرف بها حكاية الفنان قسم تشابه العديد من حكايات الاستيراء على أملاك المواطنين من قبل المتنفذين خصوصا وأن أغلب تلك العقارات تقع في أماكن مهمة ما يجعل قيمتها تصل إلى ملايين الدولارات وتلك الملايين هي من تسيل لعاب المتنفذين فهل من رادع لهم؟ من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير